السلام عليكم متتبعين تعنا كيف انتم ما لاباس بخير نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير مرحبا بيكون في قناتكم قناة وصفات فتحي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف قررت تقسم معكم غريبة على البهلاء اللي كدجي هشيشة وخفيفة وبدون مجهود تابعوا معنا الفيديو الى الاخير وفرجة ممتعة للجميع ولا اعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس باش يصلكم كل جديد ولا اعجبكم الفيديو كتبوها لنا في التعاليق بسم الله على بركة الله نبدأ في طريقة تحضير اول حاجة غدي ناخدها سيدتي وهي قسعة غدي نوضع فيها 500 جرام ديال الدقيق الابيض اي الدقيق الفرس غدي نضيفو لي كأس تاع العنبة ديال الجنجلان اللي حمرناه من قبل ونقيناه هنا غدي نضيفو كأس تاع اللوز حتى هو بدون تاعو حمرنا وقطعناه الى قطع غدي نضيفو ملعقة من الخميرة الفورية وملعقة من القرفة اللي كتعطينا واحد الماداق رائع هنا غدي نضيفو كأس تاع العنبة ديال سكر سقيل وربع كأس تاع سكر سانيدة غدي نضيفو لها ساشية ديال الفاني ديال تمانية جرام غدي نضيفو ساشية ونصف تاع الخميرة تاع الحلوة يعني اتناشر جرام الساشي فيها تمانية جرام وهنا سيدتي من بعد ما وضعنا جميع النواشف غدي نحاولو نخلطوهم حتى كينساجموا مع بعدياتهم وغدي نضيفو لهم جوش المعالق كبار ديال الزبدة اللي سبق ودوبناها من قبل نصيحة اللي نقدر نقدم لك سيدتي هي ان الزبدة من اللي كندوبوها اك نخليوها تاخد لنا واحد لنون دهابي الدليل بان من كتاخد لنا واحد لنون دهابي يعني الزبدة رامب قاتل ما بقاش فيها الماء ونقدروه نحتفظو بالحلوة واحد المدة الطويلة لان الزبدة من كيبقى فيها الماء من بعد واحد المدة قصيرة الحلوة كيبلي فيها واحد الماداق ما كيعجبش وهنا سيدتي غادي نضيفو الخليط ديالنا كأس فو نصف ديال زيت المائدة انا هنا ضفت كأس وغادي نخلط العجين مزيان باللي ايدي من الاسباب ان غريبة انتعنا كدشي ناجحة غريبة تعلبها بالخصوص اننا كنخدموها بايد دينا مزيان ضروري سيدتي كان معكوها مزيان كيف كيبالك في الصورة ودبا غادي نضيف نصف الكأس اللي بقى لي اديال زيت المائدة وغادي نخدمها مزيان انا هنا سيدتي خدمتها تقريبا ما بين عشرة دقايق حتى الاربع ساعة ستقني سيدتي جربيها بهالطريقة فرا غادي ناجحة معاك من اول استعمال واول مرة غادي نغريبة انتع البهلام شقة كلها وغادي نستمر سيدتي بهالطريقة حتى كنحصل على العجين اللي انا بغيته وانتي سيدتي كتدركي في العجين وانتي كتحسي بان العجين تاعك راه بدك يتجمع وكين واحد طريقة اخرى كنستعملوها باش كتجينا نغريبة دينا ديال البهلة نشقة كلها اننا من بعد ما كنعجنو هاد العجين تقريبا لمدة عشرة دقايق حتى الاربع ساعة كنجمعو العجين دينا وكننغطيوه وغادي نحتافضو به على جنب انا هنا عجنتو مع الصباح وخليتو حتى اللي شية عذا باش كملت لي طريقة تحضير داعو وحنا سيدتي كنعجنو في العجين كنحس بانه كيتجمع دابا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى اللي شية وغادي نعود نكمل معكم الفيديو تقريبا هنا انا خليتو تمانية سوايع من بعد مرور تقريبا تمانية سوايع هنا غادي ارجع العجين داعي وغادي نعود ندلكو واحد خمسة دقايق خمسة دقايق فقط راها كافية سيدتي كيف سبق لي وقالت كنتمنى انكم تجربوها بهالطريقة فراها غادي ناجحة معكم من اول استعمال كيف كيبال لك سيدتي في الصورة فهنا من بعد ما خليتها المدة ديال تمانية سوايع فعير جيت عودت تجنتها عير جوية وبدأت كتجمع لي ما زيت لها لا زيت لحتة حاجة فقط هادك الكاسو نصف تعزيت وجوش المعانق بار ديال الزبدة راه كانت كافية بالنسبة لخمسمائة قرام ديال الدقيق الابيض وهنا سيدتي هاد العملية كتخلي بانا الغريبة ديالنا كتتكور ملينا بسرعة وهنا سيدتي غادي ناخد طاوى انتاع اللي كنوجد فيها الغريبة تاع البهلة غادي الرش لها القليل من دقيق الابيض كرشو هاد دقيق باش طاوى انتاعنا مليك نحطو فيها الغريبة ما كتزلق الناش وغادي انستمر بها الطريقة حتى نكمل كيميا انتاع العاجي اللي عندي انا هاد خمسمائة غران خرجتلي جوش طاوت انا كنطيبها في الفرران تاع الغيس هاد المرة هنطيبها في الفرران انتاع الضوء هنجربها من بعد ما اشعلت الفرران حتى اسخن مزيان ده با هنشد الغريبة انتاعي وغنخشيها في الفرران الفوق هنخليها حتى تشقق لي مزيان كيف كي يبال لك في الصورة من بعد هنشعل عليها من تحت وغنخليها حتى اكت طيب كتاخذ واحد اللون دهبي وهشكل النهائي تاع الغريبة انتاعنا جات رائعة جدا جل ما داقنتاها اروح كنتمنى انكم تربوها بهالطريقة وانا اكيدة انها غادي اتعجبكم ودبا سيدتي ما بقى ليها الا نودعكم الى فيديو قادم ان شاء الله كنتمنى انا نكونوا عند حسن ضن تاعكم وان الوصفات تلقى استحسان